بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبنائنا طلاب الصف الثالث السنة وإن شاء الله النهاردة في جزء الخاص باللانجوش لسن 3-4 يونت 2 طبعا يونت 2 بتتكلم أو الجزء عندنا بتكلم عن comparative and sperlative يعني صفات المقارنة والتفضيل ولكن قبل ما نبدأ مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لجزء المقارنة أو comparative and sperlative forms بدأ بتعريف الصفة لأن إيه هي الصفة؟ طبعا الصفة عبارة عن كلمة بتصف الإسم a tall tree يعني شجرة طويلة an expensive car سيارة غنية أو طبعا هنا بنصف الصيارة young people صغار الناس فطبعا هنا الصفة بتصف إسم بتقع الصفة أو موقع الصفة في الجملة طبعا قبل الإسم الموصوف أول موقعين I put a digital camera digital يعني كاميرا رقمية فعندنا هنا digital دي صفة لكاميرا أحمد سوء long snake يعني صعبين طويل long هنا adjective صفة ل snake يعني صعبين يبقى الصفة قبل الإسم الموصوف أو يأتي بعدها إسم بعد الأفعال التقررية مثل better to be look seem appear sound the taste feel عارفوني أن الأفعال التقررية تتبع بصفات ويه عندنا الفعل اسم ندا is it cheerful adjective you look miserable يبدو أن أنت بائس يبدو بيكون معنى يبدو أن أو يعطي ملمس أو يعطي مزق this shared feels soft يعني له ملمس نعم هناك صفات لا تستخدم قبل الإسم مطلقا يعني لم يجيش معها إسم أبدا يبدو معظمهم طبعا بيبدو بحرف الأي زي afraid a walk a sleep a alone a light a life the baby that was a sleep smile لنفعتي a sleep boy baby لأ عندنا asleep أو الصفات دي لا تتبع بإسم يعني لم يجيش بعدها إسم لأفرد a walk a sleep a alone a light a life لا تتبع بإسم تستخدم الصفات بعد الضمائر يعني الصفة بتيجي بعد الضمائر زي someone somebody something somewhere any anyone anybody anything anywhere everyone everybody everything everywhere no one هنا الصفات بتيجي إيه بتيجي بعدها مش قبل يبقى لنا الصفات بتأتي بعد هذه الكلمة مش قبل I met somebody important من فشعون I met important someone يبقى الصفات تتبع هذه الكلمات let's drink something cool something من قد تقول something عندنا في صفات قوية وفي صفات ضعيفة الصفة القوية بتسوي very من الصفة ضعيفة very يعني مقول لك gigantic various يعني صاخت بتسوي very angry gigantic very large ancient بتسوي very old excellent very good يبقى لسماء صفات قوية بتسوي الصفة ضعيفة مع very تستخدم ظروف الدرجة التالية بالصفات القوية بياتي مع إيه كأدفر بشكل مطلق absolutely كليا completely تماما really حقا you are absolutely excellent يعني ممتاز جدا من فش تقول very لا هنا الصفات القوية بتأتي مع هذا الأدفر بلز الظروف لوصفها he was utterly various يعني إيه غاضب كلية طب في عندنا ordinary يعني صفات صفات مطلقة زي dead mean final excellent يعني إيه يعني ذاتها معنى مطلق لها موجودة your grandparents are extremely dead من فش تقول made جدا طبعا صفات المطلقة هي صفات قوية ولكنها إيه مطلقة my grandparents are dead لا يمكن أن تستخدم الصفات المطلقة في المقرنة ولا تفضل يعني صفة مطلقة زي dead أو من أو final أو excellent منفعش نستخدمها في أسلوب المقرنة والتوضيل منفعش نقول جد made أكتر من جدك طبعا دي خطأ my grandparents is deader than my grandmother طبعا دي خطأ طبعا my grandparents are dead لاثنين ميتي يعني من نسبة الأسلوب المقرنة طبعا الصفات القصيرة er within أما أحمد is faster than rodina يبقى نضف للصفة er وتتبع بزين لو الصفة قصيرة أما لو صفة طويلة long adjective بتصبق بmore أو less more أو less وتتبع بزين يبقى عندنا الصفة القصيرة er zen لو الصفة القصيرة في النهاية من ضفلها وارفقر زي large larger close closer لو الصفة القصيرة منتهي بحرف ساكن وقبله متحرك بيضاعف الحرف الأخير big bigger g وقبلها i hot hotter t وقبلها o thin thinner fit fetter فطبعا هنا الصفات القصيرة هنا بيضاعف الحرف الأخير لأنه منتهي بحرف ساكن وقبله متحرك قبله منتهي باي وقبله حرف ساكن يحزى في الواي ونضيف ier they easy easier lazy lazy تتحول الصفات الطويلة إلى صغة مقارنة بأنها تصبق بmore أو less وتتبع بزين يعني قص يعني طويلة يعني ممكن نأسمع إلى مقاطع beautiful interesting important excellent كلها صفات طويلة more beautiful than يعني أكثر جمالا أو less beautiful than أقل لجمالا بالنسبة للصفات long آآ عندنا في نتس كده على الcomparative قالينا المقطع في نهاية صفة المقارنة يعني أقصر يعني نقول مريم يبقى هنا معناها أكثر من طولا من عندما نريد أن نقول أنه أقل مع الصفات القصرة فإننا بنستخدم والصفة زي ما هي كده يبقى دون إضافة يعني أقله طولا يبقى يبقى ناخد بالنا أن الأر معناها أكثر ولكن لو أنا عايزة نفس الصفة وعايزة أستخدم أقل بنستخدم معاها كلمة بنستخدم لس والأجيكتيب من فاش نضيف هنا طبعا مش كل الجمل لازم كل الصفات المقارنة لازم تتبع بزين إذا فهمت من سياق الجملة أنا فهمت كده أنه بيقارنه ما بين اتنين ملك ملك طويلة ولكن مريم أطول معنا الجملة مريم زين ملك ولكن عشان نذكر ملك في الأول ففهمنا من سياق أنه بيقارن ما بين اتنين يعني واحدة أقل يمكن استخدام الظروف التالية بمعنى كثيرا قبل الصفات المقارنة لتقوية أو إضعاف الصفة لتقوية الصفة أو إضعافها زي عندنا even much a lot far في برضو عندنا هنا a little في عندنا a little في عندنا a bit في برضو عندنا far لأ فرموا كتوبة هنا a slightly طبعا هذه الكلمات تستخدم لتقوية أو إضعاف الصفة يعني عندنا even و much و lot و far بيعني كثير a little و a bit و slightly بيعني القليل فطبعا إضعافها أو تقويتها وطبعا ما ننفعش نقول little لا اسمها a little منفعش نقول bit a bit ومنفعش نقول lot a lot يبع عندنا الكلمات أو يمكن استخدام الظروف الظروف اللي هي مثلا even or much a lot or far or a little or a bit or slightly قبل صفات لتخفيف أو للتقليل slightly بدرجة خفيفة a bit a little يبع عندنا لتقويتها even much a lot far طب لي إضعافها أو لي تخفيف معناها a little a bit slightly chicken is slightly cheaper than minutes chicken يعني بدرجة خفيفة كده أرخص من اللحوم قال لنا لاحظ الشكل الضمير بعد than إمتى لما يكون بعدنا في ضمير فاعل أو مفعول لو فاعل يبقى محتاج فاعل أما لو مفعول فقط يبقى لو فاعل محتاج فاعل I عايز الفاعل بتاعها am أما المفعول my sister is thinner than me يبقى عندنا ضمير اللي بيأتي بعد زان لو فاعل يبقى محتاج فاعل أو ملو مفعول فقط فيك سبريشن عندنا كلما وكلما له ذا وصفة مقرنة وجملة السببب ذا وصفة مقرنة وجملة النتيجة اسمها قلمة وقلمة The harder you work كلما نجاح أكثر لاحظ عطف نفس الصفة المقرنة على أخرى للتوقيد وتقوية معنى الجملة يعني 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 يبقى منستخدم عطف نفس الصفة على أخرى لتقوية معنى الصفة يعني أكثر وأكثر تعصبا It's getting hotter and hotter عندنا صفات التفضيل الصفة التي مقرنة ما بين أكثر من اثنين تقارن بين فرد ومجموعة أو أكثر من اثنين طبعا في عندنا هنا برضو الصفة القصيرة أحمد is the fastest student in his class يعني A بيقرن بالفصل يبقى هنا الأسرع طبعا E ST و E تسبق ب Z ونضف لا E ST ده بالنسبة للصفة القصيرة طب لو الصفة منتهي ب E بنضف ST فقط يبقى عندنا لو صفة قصيرة بنضف لها E ST وقبلها Z يبقى Z والصفة و E ST طب لو الصفة منتهية ب E بنضف لها ST فقط طب لو حرف ساكن وقبل متحرد ويرعف الحرف الأخير the biggest يبقى هنا double G هنا the thinnest double N hot hottest double T fittest double T هنا طبعا ذا ومضاعف حرف الأخير طب بالنسبة للصفات اللي فيها Y منتهية ب Y وقبلها حرف ساكن بتحذف ونضيف I E ST easy the easiest happy the happiest lazy the lazier أو the laziest healthy the healthest تتحول الصفات الطويلة إلى صغة التفضيل بأنها تسبق the most أو the least the most يعني الأقصر وthe least يعني الأقل the most beautiful الأقصر جمال the least beautiful الأقل جميل عندها بالنسبة للصفات من long الطويلة في عندنا نوت سكين على superlative قال لنا المقطع AST معناه أكثر المقطع AST معناه أكثر مريم مريم إذ الطال أكثر طولا لاحظ إن الز لاحظ استخدام صفة التفضيل بدون ز مع الأدد الترثبية يعني ممكن الأجل أستخدم أبوستر 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 معنى مصد بدون زي يعني مصد دي اصلا معناها فيري مصد معناها فيري بدون وجود زي يعني ما نقولش بقى اسلوب تفضيل لا ده هي هنا معناها فيري زوال is most famous is معناها is very famous فهنا مصد معناها فيري معناها ايه فيري فيماس وما فيش عندنا طبعا هيكون زي لانها مش اسلوب تفضيل اه بالنسبة عندنا ليصفة التفضيل يعني اسلوب التفضيل اه ان بجوارها اسم مفرد او مكان in اسم مفرد او مكان i met the oldest woman in the city in اسم مفرد او مكان in the class in the family لكن ام اقول مثلا صفة تفضيل of وراه اسم جمع او تاريخ اسم جمع او تاريخ او سنة اسم جمع او سنة فطبعا هنا لو مفرد او سنة او مكان مفرد او مكان يبقى ان اما او لجامع او تاريخ او سنة يعني تعال معنا نشوف كده الجزء اللي هو يعني الشواز اللي ما بنطبقش على كل قوعد عندنا بدلي الدرجة التانية منها وورس زين طبعا وهنا عندنا فار ممكن تبقى فاردر او فوردر the farthest او the farthest for يعني صابق فورمل يعني اصبق the farthest good or well better than the best late or later or later the latest or the lost the latest or the lost الاخير a little less than the least many or more the most much many or much more than the most i have so many friends but ركايا has more عندها اكتر عندنا اللي والتساوي لما نساوي ما بين اتنين as adjective as للمساواة as adjective as يعني توضع صفة ما بين as واساوي الصفة قصيرة او طويلة long او regular shazda هي as والصفة as as old as as exciting as طب في حالة النفس النفي ممكن عندنا حالتين ممكن اقول not as او not so يعني not so بتظهر في النفي not as او not so لكن الاثبات as فقط ولكن as ممكن تجي مع النفي وسو ممكن تحل محلها يبقى not as adjective as او not so adjective as لاحظ ان as هناخد بالنا بقى as adjective as بتسوي لها expression the same بس هنجيب وراء الاسم من الصفة the same الاسم من الصفة يعني مول as tall as يبقى the same height as fat as the same weight يعني الوزن يبقى هنا بنجيب الاسم من الصفة yara is as old as rogina يبقى is the same age طبعا old او young اسمهم ايج تعني نشوف كده جدول الصفات واسمها طبعا the same noun the same ناون as big small اسمها size long length deep depth old young age expensive cheap price strong strength far near distance wide width high high head high او طول سوري هنا هاي مفروض هنا هاي او طول هاي او طول لاثنين ناون منهم طبعا هيبقى ايه او طول ان اول منهم اه طبعا هات وفي عندنا برضو وإنتليجنت زكي وهكذا بنجيب الاسم منين تعالوا نشوف كده جزء الخاص بالأسئلة ناخد بالنا برضو أن تظهر في أسلوب التفضل تفضل أما مقارنة أو صفة عادية مقارنة برضو ملحوظة لم تذكر هنا أن في التفضل و في المقارنة أو الصفة العادية تعالوا نشوف جزء الأسئلة طبعا اسمها as adjective يبقى عندنا هنا this is a space part of all seas and oceans طبعا off يبقى تفضيل يبقى that deepest في عندنا off أو in نعرف من أسلوب أي أسلوب تفضيل يبقى that deepest برج خليفة is a space كي رتور طبعا من قارنة ما بين اتنين higher than higher than I know that European cars are expensive أنا عارف أن السعرات الأوروبية أقصر سمنا are expensive يعني غالية but I haven't thought they are as expensive as adjective as that يبقى as expensive as that as يعني إيه؟ طبعا هو الإكسيبريش عندينا اسمه as adjective as for me her girl the middle was a space important sporting event of يبقى إيه؟ يبقى the most احنا قلنا off أو in يبقى أسلوب إيه؟ أسلوب تفضيل وطبعا قلنا off بيجيو رأي اسم جامع أو سنة parachuting is space sports ever يبقى أسلوب تفضيل يبقى the most dangerous يعني أقصرهم على الإطلاق خطورة the nile is space river in the valley the longest برضو in يبقى هنا the longest أسلوب تفضيل perhaps you looked bad this morning but I looked even طبعا هنا worse طبعا هنا مفروض فيه بناء من صياغ الجملة أن هي أسلوب مقارنة worse هي مفروض worse than ولكن هنا فهمت من الصياغ الجملة أن هي أسلوب مقارنة ما بين حالتك في الصباح وحالتك الآن this is the space test I have ever ever يبقى تفضيل قلنا ever في التفضيل we never في المقارنة أو الصفة العادية يبقى the hardest test I have ever taken he isn't space reliable as he isn't ممكن as أو no أو so as أو so يعني الاتنين سعب قلنا so بتظهر في النفي يبقى letter a and p the quality of food isn't nearly space as it was in the past as as bitter as bitter as it was طبعا هنا اسمها isn't nearly من فاشيقول as bitter لأني عايزهم صفة يبقى isn't nearly so good طبعا هنا so ظهرت في أسلوب مين فوق اسلوب النفي وتوعب عن عشان دي adjective صفة ما ينفعش bitter d bitter دي درجة a ثانية من good good bitter دي comparative مقارنة أنا عايزة صفة عادية اسمها as adjective as أو so adjective as for the continuity of life يعني الاستمرارية الحياة water is the space valuable of all liquids طبعا all في عندنا of وفي عندنا that يبقى هنا the most valuable of all liquids the most valuable يعني أقصر السوائل أو الأقل لها of all liquids يبقى الاستمرارية الحياة فهو the most valuable يعني أقصرهم قيمة a donkey isn't as best as a cheater طبعا as as adjective as يبقى as fast as ممكن isn't as أو isn't a so أنا عندي هنا as jerry looks much as best than tom طبعا هنا صفة طويلة intelligent يبقى more أو less يبقى هنا a looks much more intelligent than لإما more لإما less لكن much هنا استخدمت لتقوية الصفة much لتقوية الصفة it was a space of her to save some of her money طبعا هنا it was يعني it was يعني هي كانت of her to save it was wise of her يعني تقوية صفة قملة وصفية عادية مش قملة مقارنة tablets are getting supposed popular more and more popular يعني أقصر وأقصر more and more اسمها اللي هي إضافة أو مضافة الصفة أو إضافة صفة على صفة طبعا هنا لإيه للتأكيد الصفة يبقى هنا more and more more and more popular فوتبول يبقى تفضيل يبقى the most exciting I have I have طبعا عايزة في زان يبقى في more أو less طبعا هنا more يعني أقصر أو للعم yesterday was better than today طبعا في ذان يبقى في عندنا هوتر طبعا أنا ما عنديش هوتر يبقى less يعني أقل لإيه حرار طبعا لإيه هنا استخدمت معنى أقل حرارة صلاح طبعا إن يبقى أصل التفضيل يعني الحياة طبعا هنا آآ طبعا دي صفة عادية جدا يعني مريح مايش مقارنة دي صفة أو جملة وصفية طبعا في هنا آآ يبقى هنا بيقارنها يعني أقصر راحة من living in a large flat is comfortable but living in a large villa is more comfortable مافيش طبعا تسكر الزان لإن فهمت من سياغ من الجملة قلنا إذا فهمت من سياغ الجملة فطبعا لا تستخدم زان nobody is in our office is his base هاني طبعا هنا is as hard working is هاني لكن ما نفعش نقول more لأن لسا في زان وعندنا اسمها as adjective يعني as hard working as يعني 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 أنشط من هاني يعني أو تماما مثل هاني is as hard working as يبقى هنا ايه اسلوب طبعا اللي هو التساوي في الصفة nobody in our office is space هاني طبعا هنا بيكلمه nobody in our office يعني ما فيش حد في المكتب بتاعنا is hard working هاني is as hard work طبعا من الفحش as adjective لأن هنا هنا اسمه مخاطب أو يعني بيخطبه فطبعا is hard working هاني يعني نشيط يهاني which do you think is space city in the world طبعا هنا the most exciting لي لأن هنا in the world يبقى اسلوب تفضيل يبقى the most exciting in the world يبقى هنا لترقي لي لأنه داع اسلوب تفضيل is the most exciting which do you think is space city paris طبعا داع اسلوب مقارنة يبقى more exciting more exciting city is more is more is more exciting فقط more exciting يبقى لأن هنا which is more exciting يعني أقصرها ولا is a more exciting which do you think is من قلش more exciting is a more exciting يعني أقصر يصر is a more exciting which do you think is space paris or which do you think is space paris or ربي is more exciting فقط which is more exciting in paris لأن هنا طبعا ما ذكرش كلمة city يبقى is more exciting يبقى ناخد بلنا هنا a more exciting city لكن هنا more exciting حلم is 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 the most popular one أو the least طبعا ما عندها the most يبقى the least popular one يعني الأقل لها شهرة يبقى the least popular one طبعا هنا most popular لأنه تحذف الزي لوجود his يبقى most popular هي مفروض ممكن نقول حلم is the most popular one أو the least popular ولكن عشان في ضمير ملكية فحذفت إزاي يبقى نستخدم letter b however a red one looks even طبعا هنا pretter يعني أقصر يعني pretter يعني أقصر جمال فطبعا هنا أسلوب مقرنة هو فهمة من سياق المهم لأنه في بقرن ما بين الوردة الحمرى والروز الزهرة فطبعا هنا pretter يعني أقصر أقصر جمالا يبقى هنا pretter compared يعني مقارنة compared with kalamangaro Everest is a space Everest is the highest summit in the world يبقى هنا compared with kalamangaro يعني مقارنة ب kalamangaro Everest is higher يعني أعلى لأنه يقارنهم Everest is the highest يعني الأقصر أقصر في العالم compared with Everest kilomangaro is the space Everest is the highest يبقى هنا less high ممكن نقول طبعا هنا أقل الارتفاع لأن ده الأعلى في العالم يبقى less قلنا less بتستخدم بتدل على هنا أقل أو بتدي تقليل للصفة this tree is the world oldest tree oldest حدثت إزاي لوجه أبصر في السيل ملكية part two is difficult but part one is was more difficult يعني أقصر أقصر صعبة إحنا قلنا هنا في يمناها من صيق الجملة وحزفة is than it's non يعني من المعروف it's non that women are space surgeons than men طبعا هنا surgeons جراحين وعندي في ذانب في أسلوب مقارنة يبقى worse than worse لأن bad worse than the quieter the place you live in is the space the quieter the bitter يعني الأفضل طبعا اسمه كلما وكلما أسلوب مقارنة amir didn't do as space work as I did amir didn't do as much work as I did طبعا هنا work uncountable اسم لا يعاد عايزين معه adjective لأما much لأما من لكن طبعا هنا وفيو تنفع ولكن عندنا uncountable يبقى much mom has so much space to do mom has so much housework لأنها uncountable عارفين أنه much بتتبع uncountable لون يعني اسم لا يعاد it is best warmer here in egypt than in canada it's much يعني أقصر much يعني أقصر قلنا much أو far أو even أو a little كلها الكلمات بتصبق من أسلوب المقارنة فإحنا عندنا هنا ممكن نستخدم mean much لأنها الوحيدة الموجودة عندنا ياسمين doesn't have as space friends as I do ياسمين doesn't have as as adjective as يبقى as many friends لأننا عندنا كلمة friends countable يعني اسمي وعد والاسم المعدود بيسبق بمني وليست much my house يعني منزل my house is space than yours طبعا than yours يبقى bigger طبعا ما عندش bigger yours is more spacious يعني أقصر اتساعا طبعا هنا ليه ممكن أقول my house is يعني المنزل بتاعي my house is bigger than yours yours is more spacious يعني بتاعك أقصر مساحة فطبعا هنا أنا يبقى أنت my house is less يبقى بتاعي أقل مصطفى is space engineer than nagi طبعا هنا is better engineer than nagi ولا much better engineer ولا much better engineer طبعا في much منفعش نقول بقى هنا نقول much better engineer زي لأن عندنا طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده في عندنا الاسم engineer يبقى موتش لو مفيش عندنا engineer space is a word that describes anawin طبعا هنا لابتصف الاسم من adjective لابتصف to make a comparison between two people or things we use space adjective طبعا شننقرن ما بين اثنين أو شيئين طبعا نصغط comparative لابتصف لابتصف the highest degree of a particular quality that someone or something has in the comparison to others we use separative طبعا عشان نعطي اقصر قيمة طبعا هنا superlative التفضيل to show that a quality is definite and not likely to change we use a space adjective طبعا to show that the quality يعني نسبة is definite يعني اسمها صفة مطلقة كده and not likely وما ينفعش غيرها طبعا we use absolute absolute يعني الصفات المطلقة اللي dead أو alive and so on طبعا ايه الصفة اللي بتعبر عن quality يعني الصفة that's very great يعني عظيمة جدا in degree يعني عظيمة جدا في degree النزمة طبعا extreme adjective يعني الصفة القوية adjectives never come space the indefinite article everybody الصفات أبدا لا تسبق never come before لا تسبق الكلمات زي everybody يبقى هنا before يعني لا تأتي قبلها ولكن هي بتيجي بعدها the adjective is never used space to describe a noun من فاش هنا نستخدمه to describe a noun لأنه لا يتبع باسم يعني قلنا الصفات التي الصفات التي تبدأ بحرف الآخر زي awake alive asleep afrid كلها لا تتبع باسم هنا as the adjective awake is never used before يعني ما يجدش أبدا أبل إسم number 50 omar is really a fast runner عمر فعلا أو حقا fast runner يعني متصابق سريع the word fast here is طبعا هنا is a fast adjective لأنه بتصف الاسم الموصوف elmer runs really fast طبعا the adverb the word fast here is an adverb لأنه بتصف الفاعل يعني هو بيقرب سرعة يبقى adverb he is patient هو صبور with his children مع أطفال in the sentence patient is a he is patient يعني adjective صفة هو صبور يبقى adjective he is a cancer patient مريض cancer in the sentence patient is a noun لأنه هنا اسم يعني اسكلمة noun يعني بمعنى مريض الجزء محلول عندنا ومتفسر advanced exercise on language ومن هنا وصلنا علينا الجزء grammar بالنسبة unit two lesson three four وانتظرونا مع lesson five and six والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته